ياسين من سوريا يقول ما حكم يا شيخ من يقول أنا لا أريد الجنة ياسين من سوريا بارك الله فيك بالنسبة لقائل هذا الكلام أحد رجلين إما أن يقول أنا لا أريد الجنة وإنما أتمنى أن أكون نسيا منسية ومثل ما قالت مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسية ومثل ما قالت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة حينما تعرضت للفتنة والابتلاء في قضية الإفك قالت يا ليتني كنت نسيا منسية يظهر بأن هذا يجوز الإنسان يقول يا ليتني لم أولد يا ليتني لم أخلق يا ليتني كذا هذا يظهر بأنه لا حاج أما إذا كان القائل يقول أنا لا أريد الجنة يوم القيامة ماذا يريد ها يريد النار يروح للنار يذهب إلى النار لأنه ليس في يوم القيامة من دار إلا الجنة أو النار ليس يوم القيامة من دار إلا الجنة أو النار فالذي لا يريد الجنة النار تنتظره نسأل الله العافية والسلام ولذلك إذا كان قائل هذه العبارة من الصنف الثاني يخشى عليه يخشى على إسلامه كيف الآن يقول أنا ما أريد الجنة ولماذا خلقنا الله عز وجل أصلا في هذه الدنيا خلقنا لعبادته سبحانه وتعالى قال جل وعلا وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ووعدنا جل وعلا إن نحن أطعنا ووحدنا وآمنا به وآمنا بكل ما أمر بالإيمان به أدخلنا الجنة وأزرفت الجنة للمتقين وأهل الجنة يقول الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشأ فنعم أجر العاملين فحتين الجنة هذه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يقول جل وعلا فيها ما تشتهه الأنفس وتلذ الأعين وأن فيها خالدون والجنة نعيمها ليس مثل نعيم الدنيا هذه أسماء مجرد أسماء الجنة لا موت فيها ولا مرض ولا تنخم ولا تبول ولا تغوط ولا حزن ولا حقد ولا كراهي ولا غل الجنة نعيم نعيم دائم وعدين هذا ليس باختيارك أنت فإذا كان ما يريد الجنة الله يعين على النار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب وعدين يوم القيامة الجنس الذي يقال له كونوا ترابا البهايم يوم يحشر الله عز وجل البهايم يقول لها كوني ترابا فيقول الكافر يا ليتني كنت تراب فإذا كان هذا رجل مسلم كيف يقول مثل هذا الكلام وهل هو صدر منه بوعي ما يكون سكران مثلا ولا ما أخذ بنج مثلا في مستشفى عنده عملية وقال هذا الكلام مثلا أم أنه بكامل قوى العقلية إذا كان بكامل قوى العقلية وبإرادته يراجع نفسه هو على خطر يتوب إلى الله قبل أن يلقى الله عز وجل على هارث لهذه الحالة نسأل الله السلام والعافية